السادة الحضور لقد حذرت مصر مراراً وتكراراً من مغبة السياسات الأحادية كما تحذر الآن من أن التخازل عن وقف الحرب في غزة ينزر بتوسع المواجهات العسكرية في المنطقة وإنهما كان مهما كانت محاولات ضبط نفس فإن طول أمد الاعتداءات وقسواتها غير المسبوقة كفيلان بتغيير المعادلة وحساباتها بين ليلة وضحاة وأخيراً أتوجه بحديثي إلى القوى الدولية الفاعلة وإلى المجتمع الدولي بأسره أقول لهم إن مصر والعرب سعوا في مصار السلام لعقود وسنوات وقدموا المبادرات الشجاعة للسلام والآن تأتي مسؤوليتكم الكبرى في الضغط الفعال لوقف نزيف الدم للفلسطينيين فوراً سمع معالجة جزور الصراع وعطاء الحق لأصحابي كسبيل وحيد لتحقيق الأمن لجميع شعوب المنطقة التي أنا لها أن تحيا في سلام وأمان دون خوف أو ترويع ودون أطفال تقتل أو تيتم ودون أجل جديدة تولد فلا تجد حولها إلا القراهية والعداء ترجمة نانسي قنقر